أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أو النيتو ينس ستولتنبرغ على التزام أعضاء الحلف بدعم تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية لأوكرانيا ستولتنبرغ أشار أيضاً لأن انضمام أوكرانيا للحلف أمر لا شك فيه ولكنها مسألة وقت فقط مجدداً مؤصلة النيتو دعم قدرة الجيش الأوكراني على الردع على المدى البعيد والعمل على تعافي الدفاع الجوي والصاروخي لكييف وإعادة الإعمار وفي السياق وجهت مجموعة السابع انتقاداً مباشراً لكل من الصين وإيران لدعمه ماء اللوجستي لروسيا في حربها ضد أوكرانيا وطلبت المجموعة تهران بوقف مساعدتها فيما أبدت قلقها حيال قيام شركة صينية بتزويد موسكو بمكونات عسكرية كما تعهد قادة المجموعة بزيادة كلفة الحرب على روسيا بعد مرور عامين تماماً على غزوها لأوكرانيا قال رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك أنه يجب على الدول الغربية أن تكون أكثر جرأة بشأن مصادرة الأصول الروسية التي جمدتها بعد الغزو الشامل لأوكرانيا وأضاف سوناك أن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى المزيد من الأسلحة البعيدة المدى والطائرات المسيرة والدخائر والإضافة إلى مساعدات أخرى موسيقى